هنا بقى دي حضرتك المفاجأة بعد ما نبص عليها هقولك حاجة هاتبهرة صدقني هاتبهرة تاني حاجة سؤولة استقطاب أسرتك بالكامل نظرا لنقص عدد السكان أصلا بص يا صديقي عشان تسافر بسهولة انت ممكن تسافر عن طريق مدن شمال كندا وبعد ما تخلص وتعمل الإقامة الدائمة تاخد بعض ما عليك انت وأسرتك وتطلع على أي مقاطعة حدها ما نقومش بقى علاقة بجنسيتك ما نقومش بقى علاقة بسنك ما نقومش علاقة بنوعة ما نقومش علاقة بأي حاجة من الحاجات دي كلها نقدم لهم سكن الموظفين وبدلات الطعام للتعويض نفقاتك أثناء عملك معنا لا داعي للقلق بشأن تكاليف أشياء مثل الإيجار أو المرافق الأساسية أو الغاز لسيارتك أو تذكرة الحافلة يا صباحي فولي ازايكم شباب عنين ايه يا رب تكونوا بخير من أكتر المناطق اللي عندها مشاكل في كندا ونقص في العمالة ونقص في السكان هي مناطق شمال كندا وده عشان تقصها البارد ناس كتيرة جدا دخلت قالت ان هي عايزة تسافر وناس كتيرة جدا دخلت قالت ان هي جالها فرص في مناطق شمال كندا طب ده يعني ايه ده يعني ان الطقس هناك صعب اه الطقس هناك صعب مش هتحك عليك ومش هجدب عليك انا بصراحة يعني مش معود الناس المتابعين في القناة اني اقول لهم معلومة نقصة فبالتالي انت هتيجي هنا هتلاقي الطقس برد جدا جدا بس سهل جدا ان حضرتك تيجي هنا ايه الميزة او ايه العيب او ايه الحاجات دي كلها بس يا سيدي اول حاجة خلينا اكلمك في العيوب وبعدها اكلمك في المميزة العيب هنا ان الطقس بارد والمكان بعيد شوية عن امريكا ده العيب طيب الميزة تعال انا عد بقى نجيب ورا وقلم ونبدأ نكتب اول حاجة سؤولة الاستقطاب نظرا لنقص يد العاملة تاني حاجة سؤولة استقطاب والسرطج بالكامل نظرا لنقص عدد السكان اصلا تالت حاجة فكرة ان انت هتلاقي مشكلة في عقد العمل لو تفتكر في معظم البرامج حتى من الكومنس بتاعت حضراتكم ناس كتيرة جدا بتقولي ان هي عندها مشكلة في ان هي تلاقي عقد عمل لدرجة ان كان فيه ناس بتخش يعني بحسني داخل بتزعم معايا ان البرنامج بطلوف في عقد عمل على سين انا اللي عمله يعني فانت هنا هيبقى ما عندكش مشكلة في الحتة دي ليه؟ لاني اكيد في فائد وظائف لاني المراطق دي كلها فيها مصانع فيها شركات فيها محلات فيها مؤسسات بتدعم اكتر من نشاط وده اللي احنا هنتكلم عنه المهاردة بص يا صديق ليه؟ عشان تسافر بسهولة انت ممكن تسافر عن طريق مدن شمال كندا وبعد ما تخلص وتعمل الاقامة دايما تاخد بعض ما عليك انت واسرتك وتطلع على اي مقاطعة تحبها ودي طريقة ومدرسة ناس كتيرة جدا بتعملها الفكرة ان احنا هنشتري لبس تقين شوية الفترة دي بس هنخش دلوقتي نقول كل الكلام ده في الفيديو بتاعنا قبل ما نخش هفكرك بمسابقتي برنامج النهاردة يكون برنامج مميز هنقدم فيه 15 واحد بشكل عشوائي طيب الاختيار بيكون على الاساسية لازم تكون حضرتك عضو عندنا في القناة وده شيء شرفنا وتكون عامل شير للفيديو على صفحتك تكون بقى عامل لايك للفيديو وكاتب كومنت في اسمه حضرتك ودولتك طيب 15 عدد قليل معنش عذروني انا في الفيديو ده مش قدر اقدم لأكتر من كده لكن لو وصلنا الاتفاق مع بعض ان احنا نتخطى الميتين وخمسين كومنت على الفيديو ده الخمسلاشر دولة يبقوا 75 واحد هنساعدهم في التقديم مجانا بنفس الشروب بالظهر هنصلي على سيدنا النبي لايك شير سبسكرايب نيجي بسرعة جدا عشان نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف فرصتنا بسم الله الرحمن الرحيم فرصة النهاردة من مجموعة سوبر ماركت مع نور سمارت نور سمارت ديت مجموعة سوبر ماركت شغالة على مدن شمال كندا فقط سوبر ماركت عندها كل حاجة عندها المجازر بتاعتها عندها المزارع بتاعتها بيحتاجوا تقريبا كل الوظائف وكمان عندها فرصتين تقدر حضرتك تسافر لوحدك تقدر تسافر انت وشريكك او شركتك يعني زوجتك او زوجك وتشتغلوا مع بعض في نفس المؤسسة المؤسسة دي من المؤسسات اللي بتدعم ان يكون فيه شركين او اتنين اقارب مع بعض شغالين في نفس المكلة يعني ايه الكلام ده يعني تقدر تقدم لحضرتك والزوجتك او تقدر تقدمي لحضرتك والزوجك ما نقومش بقى علاقة بجنسيتك ما نقومش بقى علاقة بسنك ما نقومش علاقة بنوعك ما نقومش علاقة باي حاجة من الحاجات دي كلها الناس دي عايزة ناس تشتغل وتعمر وتبني وتتجوز وتعيش وبس من الاخر عايزين نيمنوا البلد هنترجم دلوقتي حالا ونبص على فرصة بتاعتنا باسم الله بص يا باش احنا ترجمنا كل الفكرة تعالى واصنع فرق انضم الى الفريق سواء كنت طالبا يبحث عن وظيفة او محترف وقياد متمرس وجهز لمغاونة مهنية جديدة تعوضاتنا ومزايانة بالاضافة لحزمة النقل يمكن ان تساعدك على تحقيق اهدافك المالية بص بقى بيقدموا لك ايه باش بالنسبة لأولئك الذين ينتقلون نقدم لهم تابع معي الحتة دي عشان ايه حتش يقول انت بتحكي علي نقدم لهم سكن الموظفين وبدلات الطعام للتعويض نفقاتك اثناء عملك معنا لا داعي للقلق بشأن تكاليف اشياء مثل الايجار او المرافق الاساسية او الغاز لسيارتك او تذكرة الحافلة تقع معظم المتاجر على مسافة قريبة من المكان الذي ستعيش فيه نحن ايضا نقدم لك راتبا ينمو بمنوع الوقت مع تقدمك داخل الشركة ونتيجة لذلك فان العمل هنا يوفر لك الفرصة لكسب المال وتوفير المال واعداد نفسك لمستقبل عظيم ايه كلام بقى عن استحقاقات الموظفين والحاجات دي كلها كل ده انا طبعا مش هتكلم عنه هم كمان بيتكلموا عن الصحة هتجليني سايب لك اللينك ده طبعا في الكومنت المثبت وفي الشرح بتاع الفيديو عشان تخش تشوف نفسك تعال بقى نشوف ايه انضم الينا تحقق من الفرص بسم الله بص بقى دي الوظائف الموجودة احنا كل اللي عملناها درسنا على انضم الينا تعالى وتحقق من الفرص دي الوظائف الموجودة بس انا بعد ما نبص عليها هقولك حاجة هتبهرك صدقني هتبهرك ببص يا صديقي مدير صيادلي مدير محل مساعد البيع بالتجزئة مساعد البيع بالتجزئة مدير قسم البقالة فني صيدالي مرخص مدير محل انزل بقى مساعد مغبز مدير قسم البضائع العامة قسم المخابز قسم البقالة انزل وطول ما انت نازل بقى قاطع لحم قاطع لحم امين صندوق كاتب اسهم يعني معالي شحن يعني وشريف لوجيستيك مدير قسم رياضة السيارات اي حاجة هتشتغل فيها اي حاجة هتشتغل فيها هتلاقيها موجودة هنا شوفنا الوظائف هنا طيب شوفنا الوظائف هنا انا بقى مش عايز كل ده تعال بقى نطلع فوق كده اكتر فاكتر 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 شايف هنا بيقولك ايه عرض جميع قوائب الوظائف لدينا ادنى يمكنك الفرز بسهولة حسب المسمى الوظيفي او الدور او الحالة او الموقع باستردام المرشحات ادنى وتحت بقولك هل انت مهتم بقوائمنا الديناميكية الثنائية يعني ايه الكلام ده احنا نقارن هنا دايناميك دوز بقى ايه دايناميك دوز ده ده من الاخر كده لو حضرتك عايز تيجي انت واصلتك وعايز زوجتك تشتغل معاك هتقدمه في القائمة دي تعال نبص عليها هنا حرفيا حيستقطبك انت واصلتك انت بتشتعمل اي حاجة بصي باشا هو محتاج مدير محل مدير قسم بقالة مدير قسم الاخذية خدمات الاخذية تعال مثلا تعال شوف مدير قسم المخابس ده مثلا دي الوظيفة بتاعتك الموضوع بصراحة البنفكس اللي عرضينها او المزايا اللي عرضينها تحظى رواتب تنفسية حزمة مزايا شاملة بدل التعام والاقامة تدريب مدفوع الاجر المهارات والمؤهلات عايز خبرة مش اقل من سنتين في المجال معرفة بالكمبيوتر اللي هي الاكسل والاوتلوك معرفة بمبارئ تجريل البقالة مهارات تحليلية اللي هي تعرف تحلل يعني شغل اكسل طب انا عايز اقدم عجبتني الوظيفة دي عاجي هنا اقول له قدم الآن قدامي حكتني اما اعمل له ابروض لسيرة الزيتية بتاعتي ودي انا بفضلها دايما يام املأ يدويا تعالوا نملأ مع بعض يدويا عشان الناس هحط له هنا اس في بتاعي وبعدين هنزل تحت هكتبله اسمي الاسم الاول هنا وبعدين اسم العائلة هنا وبعدين رقم تليفوني ده مهم جدا هنا وبعدين البريد الالكتروني هنا وبعدين هكتبله عنواني والمدينة بتاعتي والمقاطعة او الاقليم انا هكتبله هنا اخر في المقاطعة والاقليم وهنا ذحت بيقولك اذا كنت لا تعيش في كندا ما هي المقاطعة او الولايات او المنطقة التي تعيش فيها هكتبله هنا المدينة اللي انا بعيش فيها والرمز البريدي بتاعي والدولة بتاعي هاخترها له من هنا وبعدين اقوله الصفحة الثانية هنا بقى دي حضرتك المفاجئة تاني صفحة انت بتخش فيها ايه بقى ودي الحاجة انا بعمل اصعب حاجة بس الاسهل مش بيبقى كده تاني حاجة انت بتخش فيها بيقولك الديناميك يعني الدوز بتاعك او الشريك بتاعك هتكتب له اسمه وبياناته بيقولك هذا تريد الانضمام كزوج نحن دائما على استعداد للنظر في المتقدمين المتحمسين هتكتب له اسمه وبياناته وعنوان البريد الالكتروني بتاعه وترفع الشيرة الثانية بتاعته وبعدين تقوله الصفحة التالية وبعدين هيخش بقى على الوظيفة المهارية بتاعتك او الوظيفة ومهاراتها المطلوبة منك هيقولك هنا مثلا كم عدد ساعات الخبرة المرتبطة بالوصف الوظيفي هتقوله سنتين بيقولك هنا وهي توقعات الاساسية للتعويض الاساسية الخاصة بيك تحت بيسألك بيقولك انت اشتغلت في الشركة بتاعتنا او كنت شغلت في الشركة بتاعتنا ابي كده هتقوله لا اللغة طبعا انا هختار له الانجليزية هنا هنقوله صف هنا هنقوله نعم هنا هنقوله نعم ركز معايا هنا هل الكفالة مطلوبة حتى تتمكن من العمل بشكل قانوني لدى صاحب عمل في كندا هتقوله نعم انا بحاجة الى رعاية للعمل بشكل قانوني هنا هتقوله لا هنا هتقوله نعم هنا هتقوله نعم هنا هتقوله اخرى وهتقوله الصفحة التالية وهتقوله بعدها الصفحة التالية هتقوله نعم هتقوله اما هيوما اوكي. تمام. قدم الطلب يا صديق. مبروك. تم استلام طلبك بنجاح. الموضوع رسيط جدا. صدقني انت بمجرد ما هتم للاستمارة دية. يقدر صاحب الشغل في ثواني كندا. وتشتغل والدول يتبقى معاك زي الفل. انا لغاية انا خلص الفيديو بتاعي. نصيحة ليك. اهتم بالسفير بتاعك. واعدله على الوظيفة اللي انت هتقدم فيها. انا يا جماعة عامل بقدم بيه كل الوظيف. ومع ذلك الناس بيتصلوا بيه. فتخيل بقى لو اهتمت بالسفير بتاعك وقدمته. انا لو فتحت لك الميل بتاعها اودي لك الماسجس اللي جات لي. من الوظيف اللي بقدمها بس وانا بعمل الفيديو معاكم هنا. حرفيا هتتخض. صدقني اشتغل على نفسك شوية. الموضوع هيفرم معك. لو حركت باعتمال غاية تريب انت اكيد مهتم بالمحتوى يا ريت تتابعنا على الفيسبوك وتعمل لايك للصفحة بتاعتنا. وكمان ما تنساش لايك شير سبسكرايب للقناة هنا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.